مرحباً لنا هشام اللاقبين شكالك على استضافتك لقناة الهدفونة مرحبا بكم السلام عليكم رمضان كريم ان شاء الله هو يروح ويقول لي ان شاء الله ان شاء الله ربي يخفرنا ويربي يتوب علينا ان شاء الله ان شاء الله العام الجيد ان تلقوا في ساعة الخير ان شاء الله وفي رمضان كريم جديد بيد لله ان شاء الله ان شاء الله مبساطة في صلب الموضوع البطولة على مشارف الانتهاء اريق فريق اتحاد الخمسلاش منها تنحقق بداية قوية من كان متصدر البطولة وفاز على احسن الفرق دزائرية كان فاز على شريب القبائل فاز على وفاق ستيف وفاز ايضا على حامل لقب البطولة وفي ربع مرات ميتر هنا في اقرب ضيارة بثلاث اهداف مقابل اهدفين شوفنا انطلاقة الفريق نشلا كان جيدة احكي لنا على السر تلك الانطلاقة ومن بعد من شو الامور شو احبيت ان قولك يعني فارقة اتخانش كان كان الموسم اللي فات كان قده موسم في المستوى اول موسم في الربطة الاولى اه بعدين كان عنده هدف جديد واللي هو يعني لعب ادوار الاولى انتدب لعبين ذو خبرات انتدب لعبين مستوى عالي الحمد لله مع بقاء اللاعبين على الموسم اللي فات يعني كونا مجموعة ممتازة بلعبين شبان وخبرة يعني حتى اللاعبين كانوا متفائلين مجيء المدرب يعني الدهاب مدرب مستوى عالي هو نغيز نبيل اللي نحييه وربي وفقه في المنتخب الوطني مجيء مدرب تونسي وهو معروف غني عن تعريف منتخب تونس عنده ألقاب مستوى عالي هو العقبي بداية كانت ممتازة جدا ديبارت الفارق كان في المستوى حتى الجماهر الجزائرية كانت استمتع بهذا الفارق حتى القنوات الجزائرية والإعلامية والصحفيين يتكلموا على هذا الفارق يعني البداية كانت ممتازة حتى المرحلة يعني من المرحلات يعني فيه فارق يعني يحصل فيه ضرب لكن ضربت هذا الفارق يعني كان منهار جدا يعني دام هذا الضروب يعني ما قطعناش هذا الضروب هذا السبب لماذا؟ السبب هو يعني كل الفارق عندها فترة ثلاث لكن فارق اتحاد كنسلة وكاننا ونشوفوا الانتلافة اللي حققها وفترة ثلاثة اللي يدخل فيها هو لدت وربما اليوم النتائج اللي حققها أحسن لاني هي شوف يعني باش تكسب احترام وتكسب فارق يعني تعديد يعني كما يقوله محترم جدا ومدرب محترم يعني بعد الأحيان حتى المدربين يعني حب تشوف يعني لما تشوف المدرب باش يحسبوه يحسبوه بالنتائج لما تفوز لعبين لما تنهازم المدرب وهذا غالط لازم على الرؤاساء الاندي يوم يصبر على المدربين ما نقولكش أنا يعني أخسر لي أنا عشرة ليماتش ونتم زال صابر على هذا المدرب لأن الفرق الكبرى ما تصبرش على المدرب لأنها فارق ألقاب وفارق يعني تلعب على البوديوم حتى المدرب يعني عنده مرحلة وين يكون فيه مرحلة قوة ومرحلة ضعف أنت لما تكون يعني رئيس ممتاز جداً وعندك حينكة وعندك مخطط رح تصبر على هذا المدرب والضغط الشارع لازم يعني تعرف تتعامل معه وهذا المشكلة اللي حصل في البطولة الجزائرية أنه في تغيير بزاف المدربين وهذه استراتيجية يعني لازم تتغير تغيير يعني تغيير كتير يعني حصل في الفارق تلت مدربين في فترة يعني تقريبا ست أشهر أو سبعة أشهر يعني علمت استفهام يعني باش نقول لك باللي أنا أدرى بالأمر هذا مش أنا لاعب كرة قادمة مثل فارقة تحت خنشلة تغيير هذا رح يكون إيجابي يقدر يكون سلبي إحنا دخلنا في مرحلة ثانية مع المساعد المدرب ونحقق نتائج محترمة لكن قوانين الفيدرالية ما تسمح لكش بايش يكون عندك مساعد هو اللي يشرف على الفارق لأنه في آموند وفي غارامات بدون المدرب رئيس نرحل إيشام العقبي الآن حققت بداية موسم قوية وكل كان يندح في اسم إيشام العقبي وقال أن العودة بعد ست سبع سنوات إلى البطولة الجزائرية كانت موفقة لكن بعدها حدث الذي حدث ربما استطيع القول أن مع قدوم المدرب تونس العقبي ومع عدد قدوم الزلفاني إيشام العقبي لم يعود لعب حكي والله يشوف يعني مع المدرب العقبي يعني كان عندي كانت عندي الرغبة وكانت عندي العزيمة وكان عندي الشغف لتوظيف الخبرة والإمكانيات لهذا الفارق رجوعي من البطولة الخليجية يعني كان عندها عدة أسباب لكن الحمد لله يعني اختياري كان موفق يتحى تخنش له فارق فارق محترم جداً له اسم له تاريخ مدينة محترمة جداً جماهير بسم الله ما شاء الله يعني خارج ملعب وداخل ملعب شفت أمور إيجابية جداً في هذا الفارق لكن يعني حصل اللي حصل تغيير المدربين كل واحده فلسفة كان يساعدوا له هشام كان يساعدوش هشام والواحد يعني لازم يكون محترف يعني في عقله ولازم يعني يشرف عقده لما تلعب مع مدرب لازم تمد كل إمكانيات ديها لك ولما ما تلعبش مع مدرب لازم عليك توظيف يعني الشغل والاجتهاد باش يعني تقنع هذا المدرب وحصل لي هذا الأمر مع المدرب كفالي لتشفاله في الأمسيه يعني كان ضد مجيء للمدية وغران وماكنش في الخطط اللي يعلو لكن الحمد لله بالمتابرة والاجتهاد والعمل أصبحت رقم واحد عند المدرب هذا لازم يعني يكون عند اللاعب تفكير إيجابي ما يفكرش باللي هذا مدرب يكرهني مدرب ما يحبنيش مدرب يعني حرشوها علي لازم المدرب اللاعب يفكر بتفكير إيجابي يقول باللي راح جيني الفرصة نشتغل نشتهد نعمل بإذن الله راح جيني فرصة في أحسن ما يراموا في مومو يعني مليح لازم تكون انت محضر لهذا المرحلة لخاطش بعد الأحيان في مدربين عندهم حينكا يعني لما تكون ما تلعبش وبعدين يحطوه في مباراة صعبة جدا في مباراة شوك فهمني أخويا يعني أنا ننصح اللاعبين أنهم عليهم بالإجتهاد والعمل ما يفكرش هذا التفكير السلبي أنه يكرهني المدرب ما يحبنيش المدرب عم يخلطولي عم يديرولي أمور هذه يعني لما تخرج وتشوف والديكوفري يعني النوادي الخالجية والنوادي الأوروبية والتفكير تشوف الاحتراف وش معنة الاحتراف لكن أخويا الواحد يعني لما راه في بطولة جزائرية عليه بالإجتهاد والعمل رغم يعني نقص عدة أمور هشام مرضى من نقطة استفان كبيرة يمتع على كلاعبك تقدمك مضبطاك تشل الأهتاء تقود الفريق في الفوز لكن مع ذهاب مدرب وقدوم مدرب هشام يصبح في مقاعد البدلع هشام مرضى والله يشوف خويا أنا ما قدرش ندخل في هدو التفاصيل لأن المدرب أدرب والإدارة أدرب واللاعبين أدرب إمكانية هشام العقبي الحمد لله يا ربي يعني راني في الفريق هشتخنش له عندي عقد راني نشرفه ما نقدرش ندخل في تفاصيل دي لأنه في حياتي المدربين كان عندي مشكل معهم في حياتي رحت عند المدرب قلت على ما لعبتنيش يعني الحمد لله يعني نعرف إمكانيات ديالي نعرف المرتبة ديالي بين اللاعبين نعرف المرتبة التاعي في البطولة الجزائرية هذا الأمر هذا يرجع للمدرب يعني أنا راني تحت صرف هذا الفريق كنت مع العقبي كنت في أحسن فورما بعدين يعني لعبت تقريبا 17 مباراة ودخلت في هذه الدوامة تعدكة هذه تقريبا أربع مباراة خمس مباراة وهذه راح تدخلك شك شوية فهمني بعد يعني لاعب أساسي تلقى روحك في الاحتياط كان عدة أمور يعني سلبية اللي تأثر على اللاعب تقدر كان أمور خارجية تفكر فيها ما تقدرش تمت داخل الملعب فهمني أخويا لكن الحمد لله يعني خبرتي ولعبي داخل بطولة الجزائرية والخالجية يعني كسبت يعني عدة أمور إيجابية اللي وليت نفكر إيجابي ما وليت نفكر سلبية را دارة ودرلي هذا وخلط لي هذا وعملي لا أخي العزيز الحمد لله يعني لما تدخل للملاعب الجزائرية وتمدحك وتغني بآسمك وتصفق لك والله غير كسبت احترام الجماهير الجزائرية وكسبت احترام النوادي واللاعبين أهم شيء فهمني أخويا تلعب لا تريح في الاحتياط أنا تحت تصرف هذا الفارج لو كانت حثوا على مدرب الزلفان مع قدوم الزلفان ما يشام يقضي غائر تماماً أننا نفضب هذا المدرب لماذا؟ والله يشوف يعني أنا هذا المدرب هذا مدرب زلفاني يعني تعرفت عليه في البطولة السعودية لعبت ضده كذا مرة ما تعملش معاه ما كانش معاه ما عنديش تواصل معاه يعرفني كإنسان محترم يعرفني كإنسان متخلق يعرفني كإنسان عنده إمكانيات كبيرة وإن كان حبي ينتدبني لما كنت في البطولة السعودية زلفاني جاب عقلية الاجتهاد والعمل وعدة أمور لكن نتمنى يعني وكان يعني كيفاش نقول لك أنا مدخلش معاه في تفاصيل على ما عنديش نلعب وعلى ما عنديش ندخل هو يعني شاف باللي عنده فارق يمشيلو عنده لعيبين يعني يمشلو على التكتيك دياله وعلى الخطط دياله حقق نتائج إيجابية وسلبية الواحد اللي ملعبش مع هاد المدرب أنا هو لعبوا قاعد لعيبين لعبت باش نكونوا صراحة لعبت تقريباً عشرين دقيقة لعبت شوط مع شبيبة القبائل في مركز ماشي المركز ديالي الظاهر أيمن يعني كما نقولوا إلي دروة مع أسكر لعبت تقريباً ست دقايق مع أسكر بعد مع أسكر لعبنا يا ربي ولعبنا لعبنا في بسكرة وين كان نصاب مش نصاب وين كان يعني العريبي يعني شوطاكتي كما قولوا تغيير فني يعني الحمد لله دخلت وين نؤديت مباراة في المستوى في اتحاد بسكرة شفت باللي يعني نقدر نعود نولي مكانتي دخلنا مع الأمسيو لعبت تقريباً سبعة دقايق مع مولودية شفت اللي حصل نعم نروح من هاد اللقطة وضوما اللي أسائلته من الحمر لقطة أمام مولودية جزائر وين كان ندخلك بعد حداش نتفاعة وتخفزك شفنات عامد بكل احترافية هيشام صراحةً لكن هاد المدرب أبانا أربما ننزرحوش في شخص شخص الثاني لكن بيلبل لي عنده حاجة مع هيشام والله يشوف يعني يعني حتى تصريحات تتاعه ضد فريق اتحاد هنشلا ونقصف وحتى وين حقال أنه نهن المساعدة تاعي عندما ضوزنا على اتحاد العاصمة يقصد أنه اتحاد العاصمة كان توج بلقب كان بطل إفريقيا الموسم الماضي وين عبما استصغر هاد الفريق استصغر فريق اتحاد هنشلا والله يشوف يعني عنده يعني مع مع اللاعب هشام العقبي أنا ما عندي محت حاجة لأني ما عندي ولا ضانينة ولا حاجة يعني بغض من هاد المدرب هاد اولا كرحت هاد المدرب ولا كنت ضد ما جئ هاد المدرب لأنه أنا في فريق اتحاد خنشلا تمرين البيت عقلية يعني كما نقوله محترفة جدا عندي ليجين ديو فيديا ولي محترمة جدا عقلية الخليجية وفرتها في البطولة الجزائرية مع اتحاد خنشلا ما نحبش نستفسر على ما لعبش ما نحبش نستفسر على ما دخلتنيش نتقبل قرارات المدرب لأني أنا عندي عقد مع اتحاد خنشلا ما عنديش عقد مع هاد المدرب ولا مع اي فلان معنا نمثل اتحاد خنشلا تمثله في الظروف الصعبة في الظروف الايجابية والسلبية اللي حصل مع مويدية الجزائر كنت نتمنى نكون يعني لعب اساسي كان لانا لقاء بين اللاعبين والمدرب وين كان شارف لي يعطوني الكاليمة باش نتكلم على هدي المباراة باش الناس تعرفوا وش كاين وش ما كان وين حصل لي شارف وين كانت لي الكاليمة وقلت لهم ما كانش لاعب في البطولة الجزائرية ما يتمنىش يلعب كونتر فارق مويدية الجزائر ولا واحد ما يتمنىش يلعب كونتر مويدية الجزائر وخاصة جماهر مويدية الجزائر لأنك رح تستمتع ورح تمتع في الخسارة ولا في الربحة رح تلعبك ضد فارق اللي تقدر تأدي مباراة في المستوى الجزائر كل تتفرج على هدي المباراة لأنها تحب ولا تكره بدون مادح أحسن فارق حاليا هو مويدية الجزائر لما تلعب ضد هدا الفارق لعب صغير لعب عنده خبرة لعب يعني عنده إمكانيات رح يوظف كل إمكانيات ويأدي مباراة كبيرة ضد مويدية الجزائر يكون وصورة حياة وين قلت اللاعبين قلت لهم مكنش اللاعب ميتمناش يلعب هدي المباراة لأنها يعني مباراة كأس كل بطولة كل الجماهر الجزائرية يتفرج على هدي المباراة يعني رح نكونوا يعني مفاجأة هدي بطولة الكأس لماذا لا؟ وين في ملعبنا؟ ومبين جماهرين؟ فهمتني يا أخوي وين المدرب أدى يعني أخداه شواء ودر نحن كنائبين كنا ليلعب ولي ملعبش همنا الواحد هو التأهل فهمني أخوي ليلعب واللي تخلي يكمل نحن هداول هدف دياني نحن نشوف الحاجة المليحة ليه كانت عندنا وراحة هي روح المجموعة كانت عندنا روح المجموعة كان عندنا مجموعة ما كانش عندنا هدي كتاع يلعب بفلان ولا ما تخلي فلان ولا تخرم بلاسه حنا ندخل لنا تدوت به في المجموعة فهمتني يا أخوي لكن الحمد لله كيما قلت لك أنا معهد المدرب شوغلي هو التمرين نخدم خدمتي البيت ما عنديش أنا شغول نقعد في المنازل مع اللاعبين ولا نقعد في المقاهي ما عنديش هدي العقلية أنا شغول كيما نلعبش نروح نقعد في المقاهي ونقعد بين الناس ونقعد نهضر في المدرب ونقول له ما دخلنيش ودخل في العلالية لا أخو أنا 8 سنوات هدي علمتني ورباتني وقراتني وفهمتني وشمعتها لإحتراق وكانت تخدم رسالة للزنفاني بل رغم من ظلم وليه والله نقول له ربي اسمح لك والله غير ربي اسمح لك يعني ضلمني دخليشك كنت متمنى نساعده وكانت عندي بيني وبينه تواصل محترم جدا ما كانش عندي يعني بينه وبينه يعني حساسية ولا هو اللي كان حاب يفرض الحساسية هدي فهمتني أخويا الحمد لله يعني هو حاليا لو تسخصوا عليه هشام العقبي يقول لك ما عندي حتى مشكلة وجامي أداني وجامي أهضر فيه وجامي قال لي كان حاجة بركة حصلت بعض المباهرة باش الناس تعلم بعتلوا رسالة حسبي الله ونعملوا نعم نعم إذن غضا ما هشام نكمله في نفس السياق هل هناك في فارق اتحاد خنشلة مش داخل فارق أوباما خارج فارق لكن قربنا المخير بالعامية نقولوا يحكموا في التشكيلة الأساسية والله شوف خويا العزيز يعني بالنسبة لي يعني الأمور هدية ما نفكرش فيها في تير التشكيلة الأساسية بالطبع يعني يتحكم فيها المدرب اللي يشوف اللي راه وصال واجد لهذه المباراة لأنه يعني بعض الأحيان يعني تشكيلة تتغير تتغير بالمباراة المباراة حسب الطاكتيك حسب المنافس حسب التغييرات حسب أنا بالنسبة لي يعني باش نقول لك باللي كي الناس تتحكم في التشكيلة الأساسية أنا كلاعب اتحاد خنشلة ما يهمنيش أناش كوني يلعبش كون ما يلعبش أنا نقولت لك أنا عندي عقد في اتحاد خنشلة نشرف العقدة ديالي ألعبت راني جاهز وراني يواجد ما لعبش راني تحت تصرف هذا الفارق وتحت تصرف هذا المدرب والإدارة راه يوقف على هذا الفارق وكي ما نقولوا باش نقول لك أنا شكوني يتحكم شكوني ما يتحكمش احنا ما ندخلوش في هذه التفاصيل احنا كلاعبين وأنا كلاعب هشام عقبي نمتل نفسي ونمتل هذا الفارق اتحاد خنشلة نتكلم أمور إيجابية لهذا الفارق أما الأمور سلبية تخليها بين المجموعة وتخليها بين الفارق وتخليها بين الجماهير لأن كما نقولوا فارق اتحاد خنشلة بالنسبة لي شفت منه غير الخير سواء خاصة الجماهير وخاصة خارج الملعب أقسم بالله يا أخي العزيز خارج الملعب حسيت روحي أنا وليد خنشلة نمشي بدون سيارة نمشي بدون سيارة جماهير والشعب يعني كما نقولوا تعالوا الولاية حب غير طبيعي بالنسبة لهيشام العقبي حب غير طبيعي اللي ما شفتوش في الولايات الأخرى وفي النوادي اللي لعبت فيهم شفت أمور يعني إيجابية بالنسبة لي غير طبيعية من الجماهير اتحاد خنشلة نعم لو نقول لك سؤال وليد بوك الروماتي كانت انت عاملت معه طيلة هاد ثمانية أشهر أوصف أنه غير طبيعي في جملة أو في تفسير في جملة إنسان لي في قلب واللسانه متعصب شوية لكن يعني التعصاب ديولو من مصلحة الفارق الضغط اللي يراه على هذا الرئيس وين صرح على الاستيقالة وهذا الفارق هدايا تعى الولاية وتعى الشعب هذا وتعى وليد بوك رومة لأنه مدة ثمان سنوات هو يتعب على هذا الفارق مدة ثمان سنوات هو يصاكري في هذا الفارق باش يكون في صفة في الكبار وليد بوك رومة يعني بالنسبة لي ما يعرفش حب لاعب ولا حب رائع حب فلان ولا فلان حبه هو حب ليسامكا وليد بوك رومة يعني لما يتكلم على لاعبين انتو ما تروحوا وتجوا لك ليسامكا يقعد وليد بوك رومة شفت منه غير الخير وليد بوك رومة يعني معاملة بالنسبة لي معاملة جد محترمة شفت منه يعني غير المعاملة المليحة جامي أدني بالكلام جامي يقلي حاجة ماشي مليحة يعني ربي وفقه إن شاء الله يسترى يولي لهذا الفارق لخاطش الفارق هذا فيه رجال وفيه إدارة وخاصة جلال نائب الرئيس وخاصة وخاصة بو معرف سامير اللي رواقف حاليا على هذا الفارق ونشكرهم قاع الإدارة قاع بما بدون استثناء إن شاء الله يعني كما نقولون نخرجوا من هذه المرحلة لمرحلة صعبة تخنى في الدوت تخنى في عدة أمور سلبية وإن شاء الله نديروا ليت في اليد باش نخرجوا هذا الفارق من هذه المرحلة هذه من شاء الله هل إيجا ملاقبي مع انتهاء الموسم سيخرج من سبب التحديد؟ والله يشوف خويا العزيز يعني باش نكون معك صارح ونكون يعني ناد هذا الأمر هذا رح يكون في نهاية الموسم والله أغير كانت عندي الرغبة كان عندي شغف كان عندي عدة أمور إيجابية في الفارق نكدب على خويا يعني تقريبا 60% إمكانياتي والشغف والرغبة راحت ماذا يجب؟ شوف عدم اللعب رح يأثر عليك سلبيا نقص الإمكانيات أنا كلاعب أنا جيت من الجزائر من الولايات العاصمة خليت والدية خليت خوتي خليت خياتي بشأن الشغل وهدية تحت خانشلار أني نأكل فيها الخبز فهمتني أخوه العزيز كان عدة أمور إيجابية وكان عدة أمور سلبية السلبية قلت هالك نخلوها بيننا وبين الفارق ما تقدرش تخرجها للعالم وما تقدرش تخرجها للإعلام لأن مصلحة الفارق على فوق الاعتبار فوق كل إنسان لكن يعني كما نقوله في نهاية الموسم إن شاء الله إلى حيانة ربي رح يكون قرار إن شاء الله سيكون قرار إيجابي إن شاء الله رح يكون إتصال من هنا من الخارقة العاصمة والله يشوف يعني حاليا والله يشوف حاليا أنا عندي تقرير بأن عندي عقد مع هذا الفارق لو تحسنت الظروف وتحسنت الأمور وخاصة المادية لأني أنا هربت من هذه البوطولة بشأن أمور مادية باش نكون صراحة أخوه أنا إنسان صارح أنا إنسان اللي في قلبي على لساني أنا الشعب الجزائري علش يحبني لي أني أنا سبونطاني أنا يلي في قلبي على لساني أنا منافقش أنا أنا أي إنسان ولا أي لاعب ولا أي مدرب ولا أي رئيس يقول لك بالله هشام راو دار ودار نتحداه أنا إنسان ديراكت لأن الرزق على ربي سبحانه والكمال ولله ما كاش لي ما يغلطش لو يتغير أمور بزاف الفارق لما لن شاء الله نكمل الموسم الجاي لأنه يعني في كلام على قدوم شركة نتمنى يعني الفارق هذا تحكمه شركة نتمنى يعني تتغير عدة أمور لأن الولاية هذه فيها جمهور كبير وفيها جمهور محترم لازم يعني تتغير هذه استراتيجية لأنه يعني بعد سنتين تتمنى تتكلم على البوديوم وتتكلم على الشامبيونة يعني غالط شوية فهمتني يا أخوة الشامبيونة يعني عندها 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 تواني لازم توجد لها لازم تكون عندك إمكانيات بشرية إمكانيات مادية جمهور موجود الولاية وقفة على هذا الفارق لكن الإمكانيتهم اللي يخلوك تتقدم وتحوس على أهداف اللي رك تحوس عليها علشان أنا قلت لك باللي الفارق هذا فيه رجال فيها ناس وقفة موراه الحمد لله يعني بين اللاعبين عدنا خبرة عدنا يعني كما نقوله مجموعة محترمة رغم أن يعني المجموعة اللي كانت في الأول يعني ماشي المجموعة اللي راه يحصل موجودة حاليا فيه تغيير سلبي بزاف باش نكونوا واضحين ونكونوا إيجابين إن شاء الله يا ربي تتغير عدة أمور وتتبدل العقلية وتتبدل اللفسية هدوما الأمور شكون يغيرهم نتغيرهم الإدارة لأن اللاعبين راه هم موجودين دخل ملعب يؤدون لأن يعني عندهم عقد وعندهم يعني لازم يشرفوا هذا العقد أما باش يتكلموا على الأمور المادية ولا يتكلموا على أمور أخرى هدي ماشي من مصلحة اللاعب وهدي ماشي دور اللاعب باش يتكلم على هدو الأمور لأنه في إدارة في مشاكل في عدة أمور سلبية احنا باش نكونوا صراحة احنا لا كلاعبين على بنا بلي الفارق يعني ماديا لكن الحمد لله احنا أسرة بين الجماهر بين لعبين بالإدارة لازم نكونوا صليدر نتمنى نكونوا كما الفرق الأخرى عادنا شركة يعني كيف شنقول لك خويا اللاعب يعني لحب ينسيه لأستابيلات لحب ينسيه لأستابيلات يتلعب دور كبير نكونوا صراحة يعني يعني تقريب بين سبعة نوادي ثم نوادي بشركات وخمس نوادي ست نوادي يعانون مادية يعانون مادية انه كل أسبوع يتكلموا على الأمور المادية هذا خطأ باش نطوروا البطولة الجزائريا لأن يعني إعلاميين ومحللين نرم كل يوم يتكلموا على هدو المشاكل وإحنا رأينا في ألفين وربعة وعشرين وإحنا يعني كمونوا كلعبين يعني سابقين وكلعبين حاليين وكلعبين خبرة لازم يعني نغير عدة أمور إيجابية سيد هجان انتل كنت غادر في البطولة الجزائريا منذ سبع إلى ثمان سنوات وانتل يوم عد العام الموسمت أول تعالى منذ مغادرتك واشنو الشيء ربما الجميلة تغيير في البطولة واشنو هي النقائس لماذا زالها موجودة وانتها والله يشوف الأمور التي تغيرت هي أنه يعني في نوادي عندها شركات في نوادي بدون شركات في نوادي عندها إمكانيات بشرية تلعب كورة جميلة في نوادي عندها شركات وين يعني لما تلعب ضد هذه الفرق بدون شركة وبدون أموال تحرجها هي يشوف باش تطول البطولة الجزائرية لازم يكونوا قاسة واسية ولازم تضرب من حديد وخاصة المنهار من الصدق باش نغيروا عدة أمور إيجابية لأن الجماهر لما تشوف سينجوية وتشوف الملاعب الأخرى توصل حتى العشرين آلف ثلاثين آلف ربعين آلف أما سبعين آلف ثمانين آلف يعني تحسب لهذا الجمهور حول أن أحب الخ Stars لازم نغيروا الدهنية كلاعبين لاب نغيروا الدهنية لازم نغيروا الدهنية لازم نغيروا الدهنية كنا نتكلم عن البطولات الخالجية لكن البطولات الخليجية تتصنف مع البطولات الأوروبية من ناحية الملاعب، الإمكانيات، النوادي، مركز داكوين احنا لازم نغيروا هذه الدهنية احنا كلاعبين كمدربين نزيد نعطي حاجة ممتازة ما نحقروش ليجان هادو ليجان هادو ما لازي سبور نقولوا عليهم إسبور نخدم حياتي كمبلي وانا نخدم باش نقدر باش نوصل باش نلعب سينيور يعني فيه تغيير تغيير انه يعني كما نقوله ما عندكش مكانك في الفارق الكهب فيه فارق الاول وانت تلقى علي زي سبور ما شاء الله رانيشو فيهم انا نتبع علي زي سبور تلقى علي زي سبور وقسين بالله العلي العادم غير اما كانتهم في الدرجة اولى وفي المركز الاول مع الفارق الاول بدون نقاش هادية قلت لك علش قلت لك باللي لازم نغيره عدة امور راهي سلبية في البطولة الجزائرية فهمتني اخويا علش قلت لك انا يعني باش نطور البطولة الجزائرية احنا الحمد لله يا ربي احنا دكرانا في مرحلة جديدة مع المنتخب الجديد فهمتني اخويا منتخب جزائري جديد كنا بنزيا شعادنا مش فيناش بنزيا عادة بشاغف بنرحمة ابراهيمي يعني كما نقوله شبان اسماء جديدة خلاص لازم تطور لازم يعني كما نقوله مرحلة جديدة ومرحلة جديدة باش تتبنى تتبنى من هارم السلطان لازم يكونوا قرارات لازم نساعدوا احنا يا هذا تريزيدوند اه وليد صادي لازم نساعدوه واحده ما يجمى ما يقدارش لازم احنا كلاعبين كمدربين كرؤاسة لازم نعطوا صورة جميلة حلاش يا اخو نقعدوا احنا نخموا لعب محلي لعب محلي لاعب محلي ما عندوش مستوى باش يطور لعب محلي لازم يكونوا نوادي لازم تكوين لازم نعطوا فرصة للشبان لازم نديروا كونكيرونس لازم ننحو يعني كما نقوله هذه العقلية شغلتا ما زالك صغير كيفس خمسة وشين سنة مزالك صغير لم ين يامال هداوية في برسولون ستاشن سنة أو مصنف من أحسن لاعبين في العالم جان صغير ستاشن سنة لازم ننحو هذه الدهنية وجمعها الجزائرية حنا ما نجمعوش كان ناس تفهم فوضبال ناس تبع فهمتني يا خويا وشارمتع بطولته هذا العام مولودي تحبوا لا تكره خويا مولوديا لما تكون تلعب بالألقاء قاعد الناس تنافس فهمتني يا خويا يعني انتا يا حبي كي تلعب مولوديا ولا تلعب سياربي ولا تلعب بالياسما ولا تلعب جياسكا ولا السياسي هادوما النوادي هادوما الكبار هادوما صطيف عبك باللي كيكونوا ينافسوا مولوديا الجزائر شغل حاجة سبيسية أقسم بالله غير بيدون مادح ما عندي لا ناقة ولا جامل مع هذا الفارق مي تغيير تحاد الموسم في اتحاد اه في مولوديا الجزائر تغيير غير طبيعي منهار من السلطة وحبط باش تشوف انتهي هادو التغيير ايجابي شوف النتيجة حتى نشوف انو الجمهة واللاعبين كتلة واحدة اطلق باللي منهار من السلطة بدأ هادو التغيير منهار من السلطة من الرئيس الشريكة للرئيس وجي حبطة اللي كان فيه تغيير في المجموعة مجموعة رئيسة وليدار جمهور خويا العزيز من ثلاثين الاف ولا ثمانين الاف انا كيشفت انا مباراة تعوي تسوف سبعين الاف الملحب افهمتني اخويا يعني كين تغيير يعني مويدة الجزائر رجعت كي ترجع مويدة الجزائر رجعت البطولة تحبو لا تكره لان يعني النوادي كلها تحب تنافس مويدة الجزائر خاطش علاش ما بالنسبة یا مويدة الجزائر رجعت البطولة عند الموزداد لا تشفو نافذ أفهمتني اخويا انا نتمنى البطولة الموزداد وقت بابن الله لياسما، سيا وسمون، سطيف، جياسكا هذا ما خط أحمر مع كل احتراماتي شبابة القبائل شبابة القبائل، شبابة الوزداد والسياسي والسطيف ومولودية والفائرق الأخرى يعني اللي لازم لها إمكانيات وخاصات مادية بيش تقدر تنافس هدوما النوادي هدوما النوادي اللي تكلمتلك عليهم هدوما اللي يرفعوا مستوات على البطولة الجزائرية لأنها أسماوات غير طبيعية لما تكلم عن شبابة القبائل البلوتيتري شاب وفاق سطيف العالمي سيار بي كل عام شامبيونز ليج يلعبوا بطولات أربعة كونسيكيتيف ولت مولودية ولت البطولة خطش على بطولة بلا مولودية ما هيش بطولة مع كل احتراماتي أنا قلت لك ما عندي لا ناقة ولا جامل مرانيش نهضر عليها كده باش زعمك شغل انسيني فيها ولا لا يعيطوا اللي يقولوا اللي سيبورتير ولا غير يطيك الصحة ولا راك الجامل نو راحنا نتكلمو على نادي مرانيش نتكلمو على اللي سيبورتير ولا نتكلمو على لعيبين ولا نتكلمو على رئيس نتكلمو على نادي عارق لازم يرجع للبطولات مولودية الجزائر بإذن الله راح يعني كما نقولوا الموسم الجاي راح تكون يعني نجمة ورح تكون يعني كما نقولوا ضوايا البطولة الجزائرية إفريقية نتمنى نتمنى مولودية الجزائر الموسم الجاي خلاص بطولة وكأس الجزائر نتكلموش عليها خلاص حنا دكارا ننسناوا النوادي هذو اللي تكلمتلك عليهم إفريقية باشنا نرفعوا المستوات على البطولة الجزائرية ونتمنى لهم كل خير وانا قلت هالك بيدون مجاملة النوادي اللي تكلمتلك عليهم خط أحمر شبيبة القبائل ويفاكاستيف شبيبة قاسنطينا مودي الجزائر اتحاد العاصمة شباب الوزدات فعمتني أخويا هذو ما لهم تاريخ ولهم اسموا لهم علقاب هذو ما لازم نشوفوهم في المستوى العالي كما رأنا نشوفو الأهلي نشوفو سانداوس نشوفو نشوفو طرجي نشوفو الويداد لأننا احنا كلاعبين لاعبين سابقين ولا لاعبين حاليين نتمنى نشوف أنا النوادي الجزائرية تأخذ الأخضر واليابس في البطولة الإفريقية باش باش بالعامل خطش علاش أناك يتمتني شبيبة البلوزدات يتمتني شبيبة بلوزدات الجزائر أنا الموسم الجاي كيمتني كيمة حاليا نهضروا لي اتحاد العاصمة اللي روش عرف بطولة الجزائرية والبطولة الإفريقية هو رو يشرف الجزائر كما الموسم الجاي إن شاء الله اللي يلعب شامبيونزليج رح يمتل الجزائر ما نقولش باللي آيا نشوفوكم العامل جاي بطولة إفريقية آيا نشوفوكم في اللقداء لا لا أخويا نتمنى والخير لبعضنا باش نلقى والخير في هذه البلاد إن شاء الله لو نتحف على يوسف بليلي والله شوف يعني لما نتكلم لك على يوسف بليلي يوسف بليلي نقدر نقول لك باللي إنسان هايل إنسان يعني كما قولوا كلاعب ما نقدرش نتكلم عليه ليكر هو يحبه قدم الإضافات أنا بالنسبة لي سبعين بالمئة يعني سبعين بالمئة يوسف بليلي سبعين بالمئة في المويدية الجزائر قطش مئة بالمئة معها يعني إمكانية يوسف بليلي كبيرة على البطولة الجزائرية مع كل احتراماتي يوسف موهبة خارقة يوسف إمكانياته غير طبيعية لكن نتمنى نصيحة الخوية يوسف بليلي بيد ماركة يعني كما قولوا شوشو تع البطولة الجزائرية وشوشو تع مويد الجزائر نتمنى يعني كما قولوا تزيد تخدم وتزيد تخدم وتزيد تخدم باش تفرح مويد الجزائر إفريقيا الموسم الجاي قطش يوسف يعني إفريقيا يحسبولو في المنتخب يحسبولو وهو حاليا يعني في البطولة الجزائرية روى أحسن ممرر أحسن لاعب أحسن هدف أحسن تقريبا يعني جل اللاعبين بطولة الجزائرية يشوفوا فيه بالليلي يعني اللاعب المستوى الخارق في البطولة الجزائرية حتى النوادي يعني لما تشوف بالليلي يلعب ضدها تحسن بالليك شو حساب كبير ونتمنى أخوية العزيز قاع اللاعبين نتمنى قاع الفيرق نتمنى قاع اللاعبين يكونوا في المستوى بطولة الجزائرية باش نرفعه من المستوى اللاعبين باش نكونوا هادي مليحة الله كونكيرونس هادي مليحة لما تشوف انتهى يوسف بليلي يلعب ضد اتحاد خنشلا ويشوف هشام العقبي صديقه صديقه جوزنا صغرنا جوزنا ايام جميلة اخوية جامل بالعمريد تشوف هذا الاحتيرام متبادل لا يدو مواله اخو اسمع لي انتهى كل شيء لا يدو مواله اخوية نقعد وغير كما نقول نتفكروا الايام ونتفكروا بزاف امور تفهمتني اخوية كل شيء خلاص اخوية بلغر حاجة مدو يقعدوا وغلي سيفينير والذكريات وتتفكرك الجماهي الجزائرية واللغر هذا الانسان خالق ووليد فاميليا كان يعرفي لعب نقعد ونقعد وكان يعرفي لعب ما نقعدوش باللي مزالي لعب كان يعرفي لعب والجيل يتغير وكرة القادمة تتغير ما شاء الله نمدوا صورة مليحة للبطولة الجزائرية ان شاء الله لو ان تلموا على مغز وان كان دعم بحجوطة ما في اتحاد خنشلا موسى دورة ومساعد للناحض الوطني فلاديمير فيسكوفيتش هشان مع تعملت مع نغيز ولا اولي فترة قصيرة وهل نغيز بإمكاني يقدم الإضافة اللازمانية منها خاصة في هذا الوقت والله غير شوف أنا نغيز نعرفوك علاقة شخصية يعني متعاملش مع أحمل قبل لكن نبي نغيز يعني يحتاربني احترام غير طبيعي يعني وين كان يعني في باجا كان رح يديني معاه الباجا الموسم الفارض هذا نبي نغيز يعني كفاءة عالية له يعني شخصية كبيرة له كريزما وين يعني باش نتهتبوه للمنتخب الوطني ماشي سهل فهمتني اخويا نتمنى له كل نتمنى له كل توفيق راه يعني في مرحلة جديدة مع المنتخب الجديد مدرب هذا بيكوفيتش هدا مستوى عالي ألقاب شخصية كريزما يعني احترام متبادل ما يقولش باللي يعني هذا محلي ماش نحطرمو لا يعني نبي نغيز كفاءة عالية وما نطيحوش بالمدرب المحلي نعطلو كل التقيقى ونعطلو كل التوفيق والنجاح بإدن الله باش نكونوا قاعي تيك صوليدار خلف المنتخب الوطني مع استداءة قلبي شباب خشنطينة مداني هاليوم اللاعب المحلي بما انك انت تمت البطولة الوطنية اليوم اللاعب المحلي لو يقدم تلك ذلك المردود الجيد في المباريات يوم بيت كوفيت سيكون حاضر في جل مباريات البطولة سواء يكون هو سواء اسطاف دياله وهل يوم اللاعب المحلي يطمع انه يلتحق بصورة المنتخب الوطني عكس ما كان عليه زمانه شوف خويا يا عزيز يعني احنا يعني كلاعبين كون فياكن ربي سبحانه قال كون فياكن عليك بالاجتهاد والعامل ما تعرفش قال فرصة ديالك مداني ما كانوش يتوقعوا باش يكون في المنتخب الوطن كل الشعب الجزائري مكاش يسنه مداني يكون في المنتخب الوطن لكن ربك سبحانه رزقه ومكتوبه باش يروح للمنتخب الوطن احنا كلاعبين كجمهور وكمحليلين وكإعلاميين الفرصة جاتك استغلها مديت الحمد لله يا ربي ما مديتش ما نقعدوش نطيحه للملاعب المحلي الله غالب جاتوا الفرصة ما نقعدوش نقولوا باللي اوه تعبو طول جزائرية اوه بعيد على المنتخب لا اخي العزيز هذا ظلم لللاعب المحلي لأن الشبال يرأي طالها ما تطمعش في المنتخب الوطني هدو متى 25 سنة 26 سنة رغم انها مداني في امره 31 سنة لكن المدرب ما فكرش هذا التفكير على لاعب صغير لاعب كبير انا اللي قدم لي الاضافة للمنتخب الوطني مرحبا بها حاليا اللاعب المحلي يقدر يطمع في المنتخب الوطني ماشي كما السابق حاليا عليك بالاجتهاد والعامل والخدمة وانتظر فورستك كون فيا كون هذا المدرب ما شح يضلمك وخاصة تنرعوا معاه مدرب محلي فهمتني اخويا المدرب المحلي رح يكونوا في بطولات افريقية بطولات محلية المنتخب المحلي رح يكون درجة من درجة بس تكون في المنتخب الاول لان هذا المدرب عنده عقد مع المنتخب الوطني وعنده يعني كما نقوله وكما نقوله بصورة انك تكون حاضر في البطولة الوطنية كون فيا كون كون فيا كون لما تشوف انت اربع ملاعبين خمس لاعبين خرجوا من البطولة الجزائرية موجودين في المنتخب حاجة مليحة حاجة تشرف نتمنى من اللاعبين بطولة الجزائرية يشتغلوا يشتهدوا وان شاء الله يكونوا الخير لما لا نتمنى انايا ثلاثة يكونوا في المنتخب الوطني هامين ان شاء الله هشام يعني اليوم هشام يطبع يكونوا والله شوف خوي انا راني فيه حاليا يعني كما نقوله فيه سن متقدم لكن انا بالنسبة لي يعني كما نقوله ما نفكرش هذا التفكير انا عندي عقلية يعني هو الاجتهاد والعامل ولما تكون الفورمة واجدة ولما تكون يعني نجين ديفيد محترامة وتعرف تعيش وتعرف ترقد مليح وتأكل مليح تشرب مليح انايا لما نأدي في البطولة الجزائرية ونكون في المستوى محليا وقاريا مع فريق ديالي وتكون يعني تأدي وتعمل لي اسيس وتماركي يسقط هذا الرقم هذا على العمر لان المدرب يقول لك وش ركت مدخل ملعب خلونا من هذه العقلية تاكش ولا كبرت ولا كبعيد ولا كبعيد ولا كبعيد لا كبعيد كنشوف نفسي قادر باش نكون في المنتخب عندي ثيقة في نفسي وعندي الجراء باش نقول بني نقدر نكون في المنتخب لكن كنشوف نفسي أني في البطولة الجزائرية مستوى ضعيف ونتكلم عن المنتخب الوطني هذا خاطئ ما نغلطوش الناس فهمتني أخوه حنا نتمنى ونشوفوا يعني لاعبين شبان في المنتخب الوطني إذا كان الفرصة هاو براهيمي تقريبا سنتين 34 سنة أحسن لاعب في المبارتين اللي فاتوا 34 سنة عاد المايسترو في المواقع التواصل في الإعلام عاد المايسترو حرمنا منه يعني حرمنا منه 34 سنة لأنه رو يؤدي في بطولة قطرية أحسن لاعب أحسن ممرر أحسن هداف يسقط هذا الرقم وقسيم باللغر كون في يكون تقدر هذا المدرب بيكوفيتش هذا تلعب في تيحة خنشلة ضد ملدية الجزائر ولا شبابة الغبائل ولا شباب الوزداد ولا تيحة العاصمة تلقاه في المدرج تؤدي مباراة مليحة وفي المستوى تلقاه روحك في الاليست النورمال لا تقول ليش بليك تتخايل وراك تنوم كون في يكون هذا يا ربي سبحانه ومش ينته الرزق هذا يمده ربي سبحانه وإذا كانت لك الفرصة في الخمسة وثلاثين سنة في الربعة وثلاثين سنة في ثلاثة وثلاثين سنة في البوطنية في المنتخب الوطني هذا رزق ربي مده أنت كجمهور وأنت كإعلامي وأنت كصحفي من حقك تنتقد من حقك تهدر ومن حقك تحلل لكن بيحترام لأن أنا كلاعب محلي لما نشوف الانتقادات بززاف من ولاد بلادي وجمهور تاع بلادي والإعلام تاع بلادي طائح حالية بعد ما زل ما رحش للمنتخب أنا ما نضرب الانتقادات سوف يكي نلعب وما نأديش خلاص يعني شنقتوني خلاص أنا نتمنى يعني لما تشوفوا لاعب محلي رح للمنتخب الوطني هطولوا الفرصة وخاصة الانتقاد بناء جاتوا الفرصة نتمنوا يأدي وعلى شكي يجي لاعب أنا بنبوطوا أوروبية من درجة تانية ولا درجة تانية هابون بنزيون يلعب أدرب يجون كان فيه ليل أدرب يجون إصابة لكن ما قالوش باللي يلعب في أدرب يجون بنزيون يأدي في الملعب براهيم يلعب في قاطر ما قالوش إله في قاطر براهيم يؤدي في الملعب نحن تانية كلعب المحليين شوف انتوش يأدي داخل الملعب يلعب في إيكيب كبيرة أو في إيكيب صغيرة جيدة جيدة هشام ما تانية نهاية الموسم هل هشام حي يعول هل هشام حي يعول نهاية الموسم جيدة وليما لا إن شاء الله الموسم القادم ندبك أحسن التاريخ هنا والله أغل نتمنى أخوه ما نقدبش هاليك قادونا تقريب من سبعة مباريات إلى ثمانية مباريات ضد فرق محترمة جدا فرق تلعب البوديوم فرق قيانية تلعب السقوط وإحنا رانا في مرحلة صعبة لازم نخرجوا من هذه المرحلة لازم نكتكاتفوا باش نحطوا هذا الفارق في المكان المناسب أننا نلقيناه في الدرجة أولى نحطوه في الدرجة أولى واللي راح راح واللي قعد قعد أنا كأمنيتي وكلاعب نتمنى إن شاء الله هادو ما التمنى بمباريات تسع مباريات نكون في الفارق ونكون أساسي نكون يعني في الاحتياط ما عنديش بروبلها لكن أنا مكانتي أساسية بدون نقاش وما ندخلش في التفاصيل الحمد لله نعرف نلعب وعندي إمكانيات لنقدر نساعد هذا الفارق الخبرة ديالي موجودة إمكانيات موجودة تمنيت تمنيت يعني نكون يعني في أحسن مايورام وخاصة البريودة اللي فاتت كانت صعبة جدا عليا صراولي عارا قلب الزاف ما تمنيتش نكون يعني في مرحلة ونتكلم على سلبيات وخاصة كلاعب لما تكون يعني لما تشوف اللقطة هذي بتاع هذيك اللقطة اللي كندرها اللاعب واحد اخر كانت رح تكون سلبية 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 وخاصة يعني نفسيا مزية يعني كما نقولوه هشام العقبي له خبرة لعب و الحمد لله يعني لعبت هنا كورة قادم وعندي بارماراس وعندي ليتيتر اللقطة هذيك اللي كان صارت اللاعب واحد اخر كان رح يؤثر عليه نفسيا 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 وخاصة النفسيا لكن الحمد لله يعني عرفت نتعامل مع هذيك اللقطة وهذي تربينا عليها خطش حصلت ضجة كبيرة في المواقع التواصل هي شمعه كبير ردت الفعل كانت ايجابية باش نصارح الجمهور الجزائير نحن تربينا عليها اللي مخلق من لي كان صغير اللي مربي من لي كان صغير الحمد لله يا ربي من العائلة كريمة من العائلة رياضية من العائلة محتارمة جدا الحمد لله يا ربي يما العزيزة ربي يحفظها ان شاء الله رباتنا على الشبعة رباتنا على الطاعة رباتنا على الاحترام رباتنا على الاخلاق الحمد لله يا ربي والنتيجة اكتشف فيها يعني في الملاعب ونشكر الجماهل الجزائرية على الالتفاف على هذه اللقطة وينضامن بعنية الجمهور الجزائري ويقول تمك شغول زادت كبرت بزاف كبرت بزاف في عين الجماهي الجزائرية يعرفوا قيمة هشام يعرفوا البرمارس تحت هشام يعرفوا احترام هشام اخلاق تحت هشام ان شاء الله يعني بيدني الله يعني نكملوا الموسم في احسن ما يغرام والعام الجاة ان شاء الله كما يقول لك فض المكتوب لقينا غلى مليح في هذه خنشلة قعدنا في خنشلة ان شاء الله يعني يربيش فيها اخر ان شاء الله ايش انا شكروت على كل هذا مصريح هذا الحوار اللي كانت فيه طريق كان هايل والله اخويا العزيز يعني اسمعين يعني انا جنبت بزاف امور قنوات وهدو مليزان تيرفيو وهدو ما لكن الحمد لله يعني حتى يعني المستوى تال اعلام والقنوات الجزائرية يعني راه في تحسن مستمر ما شاء الله الحمد لله يعني حتى الاسئلة ما يشمو حريجة سوء الجواب يعني الحمد لله يا ربي نشكركم نشكر قناة الهدف ربي يقدركم ربي يوفقكم علي بن شيخ فرين نشتيه فرين نحبه فرين نحتارمه ان ينتبعوا بزاف سلموا لي عليها اردوان بوحنيكا بوعناني اه كل امن اكساس ربي يقدرهم وربي يحفظهم ورمضان كريم وصح عيدكم وتعيدوا بالصحة ولهن شاء الله وتحياتي قال جمهور جزائري وتحياتي خاصة لولاية خنشلا وان شاء الله نكون وليت في اليد ونقفوا مع هذا الفارق ونقفوا مع هذه الادارة وان شاء الله نحطوا هذا الفارق في بر الامان شاء الله شكرا خواهين